اشتركوا في القناة وهواتفهم الذكية بل تجاوز الامر ذلك لنصير في عالم يعج بالاجهزة الذكية التي تحتاج الى الاتصال بريموت اي بي اي من اجل قراءة البيانات او من اجل ارسال البيانات فصرنا نجد اجهزة تلفاز ذكية الات ذكية للغسيل سيارات ذكية وغيرها ومؤخرا قرأت منشور ان فتاة يعني مدمن على الهاتف على الموبايل فقامت امها باخذ الموبايل منها قصرا وارغمتها على ان لا تستعمله فقامت هذه الفتاة بنشر تغريدة تويت باستعمال الثلاجة فنحن الان صرنا في عصر انترنت الاشياء اختصارا يسمى ايوتي امام هذا التطور المهول كان لزاما على مايكروسوفت ان تستثمر في مجال بناء خدمات ويب قابلة للوصول بالمختلف الاجهزة مهما كانت هذه الاجهزة عبر الاستفادة من اسلوب الرست اختصارا لrepresentational state transfer ولنا في هذا الاسلوب مقالات ودروس الدروس مرفوعة على القناة ويعني الفيديوهات مرفوعة على القناة والدروس على مدونة اكاديمية المبرمجين العرب لمن شاء ان يبحث اكتر في الرست ومبادئه وما هو وكيف يعمل فمايكروسوفت قررت ان تستفيد من اسلوب الرست الذي يسمح بدوره بالاستفادة من مزايا الHTTP الhypertext transfer protocol ولنا فيه ايضا دروس ومقالات في نفس المصدرين الذين ذكرتوهما قبل قليل فالرست يستعمل الHTTP من اجل القيام بعمليات القراءة والكتابة بواسطة خدمات الweb الweb services وتسمى هذه الخدمات التي ستبنى اسلوب الرست ومن اجل بناء هذا النوع من الخدمات قدمت مايكروسوفت اطار العمل الجديد الذي اسمته ISP.NET ويب اي بي اي الذي يتبنى اسلوب الرست والذي يسمح ببناء تطبيقات يمكن لكافة الاجهزة الذكية ان تتواصل معها وتستفيد منها دام لكم البشر والفرح